تحدثنا سابقا عن سيارة هايونداي اي ثيرتي ان اول سيارة انتاجية من قسم ان الرياضي لدى الصانع الكوري هايونداي والتي صنعت بالتحديد لتنافس السيارة الالمانية فولكسفاجن غولف جي تي اي واليوم توفرت لفريقنا في عرب جي تي معلومات رسمية جديدة تتعلق بهذه السيارة هاتشباك عالية الاداء الجديدة حيث بيعت جميع نساخ هذا الطراز الجديد في دفعتها الاولى والبالغ عددها مئة سيارة خلال اقل من ثمانية واربعين ساعة من فتح الباب لتلقي طلبات الحجز وكان على العملاء الذين حجزوا نسختهم الخاصة من سيارة هايونداي اي ثيرتي ان دفع مبلغ الف يورو او ما يعادل الف ومئتي دولار امريكي او اربعة الاف واربعمائة ريال سعودي كدفعة اولى قبل دفع باقي ثمن السيارة التي سيستلمونها خلال شهر اكتوبر القادم ان شاء الله وتعتمد هذه السيارة على طراز هايونداي اي ثيرتي الاساسي ولكنها حصلت على لمسات رياضية خارجية مميزة اجتملت على صادمين امامي وخلفي جديدين وشبك امامي جديد يحتوي على علامة ان مع مصابيح امامية من نوع زنون وكشافات ال اي دي ومصابيح ال اي دي خلفية هذا وزودت السيارة بجناح خلفي رياضي وعند طلب النسخة الرياضية تتوفر السيارة باطارات من قياس 19 انش وبمكابح رياضية عالية الاداء بالاضافة الى نظام عادم مرتفع الصوت وتتوفر هايونداي اي ثيرتي ان بنسختين النسخة الاساسية تعتمد على محرك ربعي لاستيوانات بسعة لترين مع تيربو ويولد قوة 246 حصان لتتسارع السيارة من الصفر الى 100 كم في الساعة في 6.4 ثانية اما النسخة الثانية الرياضية فتعتمد على نفس المحرك ولكن بقوة اكبر تصل الى 271 حصان لتتسارع السيارة من الصفر الى 100 كم في الساعة في 6.1 ثانية ويتصل هذا المحرك بصندوق تروس يدوي من 6 سرعات وقد تتوفر السيارة بجير اوتوماتيكي شاركونا اعزائنا متابعي عرب جي تي برأيكم بسيارة هايونداي اي ثيرتي نسخة ان عالية الاداء عبر خانة التعليقات المرفقة في الاسفل لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي